عندما يرتهن القضاء تصبح قضايا البلاد كلها مرتهنة فكيف إذا كان هذا الارتهان لمشروع ولاية الفقيه الإيراني؟ فأقزيدا رئيس مجلس القضاء في العراق يصفه النائب الأمريكي مايكل والتز بأنه محور مؤامرة لتحويل العراق إلى دولة عميلة لإيران ويستخدم منصبه لخدمة الأجندة الإيرانية بحسب ما نقله معهد واشنطن لدرسات الشرق الأدنى الذي فسر استماتة زعماء الميليشيات في الدفاع عن زيدان المدرج على قائمة الإرهاب أبو علاء الولاء زعيم ميليشيا كتائب سيد الشهداء المصنف إرهابيا سارع إلى الدفاع عن زيدان ردا على وصف النائب الأمريكي له بأنه أحد أهم أذرع إيران في العراق كذلك ميليشيا حزب الله أدانت تصريحات النائب الأمريكي ضد زيدان واعتبرتها مساسا بما تصفها سيادة القضاء العراقي وبلهجة أكثر سخونة ميليشيا العصائب وصفت زيدان بالخط الأحمر الذي لا يجوز الاقتراب منه استماتة الميليشيات في الدفاع عن فائق زيدان يعتبرها معهد واشنطن دليلا واضحا على أن هذا الشخص حول القضاء إلى أداة بيد وكلاء إيران في العراق حيث يتدخل في القضايا الأمنية والسياسية للصالحهم ويغطي على انتهاكاتهم ويؤمن لهم الإفلات من أي إدانة ولطالما كشف التقارير عن حجم الفساد في القضاء وتسييسه لصالح جهات معينة وتحوله إلى مغذ لسياسة الإفلات من العقاب تلك السياسة التي جرأت الميليشيات وما يرتبط بها على العبث الأمني وارتكاب جرائم ضد المواطنين فضلا عن فصله بالقضايا السياسية بما يصب في مصلحة الأحزاب النافذة التي لا تخفي تبعيتها لإيران ولهذا يخشى وكلاء طهران من إدراج فائق زيدان في اللائحة السوداء أمريكيا وبالتالي إرباك دوره المحوري في خدمة المشروع الإيراني